انطلقت عملية غرس الطماطم صناعيا للموسم الفلاحي الجديد أين أعطى مدير المصالح الفلاحية لولاية عنابة إشارة الانطلاقة الرسمية من المستثمر الفلاحي محجوب صالح ببلدية الحجارة وقصت توقعات بنجاح الموسم الفلاحي خاصة أن المساحة الإجمالية التي خصصت لزراعة الطماطم فاقت ألفين هكتار التغطية كانت لعبد النصر بلال الفلاحين تواعنا وعينهم باش يبدوا يغرسوا تدريجيين باش نهار يلحق المنتوج يكون ثاني الجني تدريجيين وما تكوش هذه الضغوطة على مصانع التحويل بدأت حملة الغرس الطماطم الصناعية والحمد لله لدينا الشتالات ريمة وفرة السومونس ريمة وفرة العمال كيف كيف الحمد لله كاينة مع المرض كوفيدة هذه الناس قاعدة واحد رمي العمال كاينة الحمد لله وش هي قلتك الفلاحة متخوف ياسر متخوف يخدم وخايف خايف عمنا مش خايف خايف سلعتي عمي سوقهاش ماذا بينا ننجح مهما تكون عالتا كما كان شخصا نقوله ان شاء الله رجع عرص مالي اول حاجة هي تجي عرص المال دا على قلت عاوت روبرونيك فاش تاخده هي يقول ما عندك شو سلف من عند هذا وسلف من عند هذا غلا اسميدة غلا يسر اسواب اسواب مرتفعة والاسميدة فيما يخص الكنز الناس قاعدة مليون حتى حدثنم وش هي مشكلة المشكلة انما الاسميدة ما هيش تكون اصلية